من البصرة تنضم إلينا الناشطة الحقوقية في مجال دفاع عن قضايا النساء إيمان المالكي أهلا بكي ست إيمان مسألة ارتفاع حالات زواج القاصرات الصغاري قبل أيضا ارتفاع بنسب حالات الطلاق برأيك شن الحل لهذه المشكلة وما الأسباب بزيادة زواج قاصرات وحالة الطلاق أولا مساء الخير شكرا جزيلا على تسليط الضوء على هذا الموضوع اليوم المرأة العراقية كبيرة إلى من يسلط الضوء على قضاياها مبدئيا نرفع شعار أنت لست وحدك اليوم كما نلاحظ أن 25% من حالات الزواج هي حالات زواج خارج السن القانوني أو السن القانوني الذي يؤهل الفتيات لدخول البيت الزوجي ويعطيهن الفكر الناضج لكي تكون الحياة الزوجية هي حياة سعيدة إذا ما تطرقنا إلى حالات الطلاق الموجودة فهي من الطبيعي عندما لا تكون البنت فاهمة أو عارفة ما هو الزواج وكيفية الحفاظ على هذا البيت وكيفية احتواء الزوج من الطبيعي أن تكون هناك حالات طلاق وهذا الطلاق هو نتيجة لتعنيف هذه البنت سواء كان تعنيف جسدي تعنيف اجتماعي تعنيف لربما صحي لها طيب شنو السبب بزواج القاصرات؟ ليه جدت تجدد هذه الحالة؟ أولا زواج القاصرات هو يكون بشقين الشق الأول العادات والأعراف والتقاليد التي تزوج البنت في وقت مبكر على الزواج وهذا طبعا نتيجة غياب مراقبة القانون اليوم القانون العراقي نص أن تتزوج المرأة في 18 عام واليوم نلاحظ كما ذكرتم عقوبات المخففة في المحاكم وأن القانون يلجأ إلى الأعراف والعادات والتقاليد وهذا شيء غير منطقي صراحة خصوصا عند ازديات حالات الطلاق لو لم تزداد حالات الطلاق لو لم ننادي بأن القوانين لا تكون مخففة أو العقوبات لا تكون مخففة ولكن اليوم الطلاق هو في حالة تزايد لذا يجب الحد من هذا الزواج المبكر أولا الموضوع الثاني أن البنت اليوم أصبحت تحب أن تعبر عن وجودها بالزواج أن تتباهى بمسألة الزواج لأن الأسرة لا تعطي للبنت ثقة بالنفس لا تعطيها أهمية التعليم لا تعطيها أهمية الفكر أهمية القراءة فتكون الشيء الوحيد هي قصص الحب هي ما تراه بوجودها ببيت وزوج وكيان أصبح الكيان هو بالزواج فقط يعني مسألة الزواج خارج طاقة المحكمة هذا الشيء ممكن أن يزيد من حالات التزويج مبكرا للفتيات أكيد أكيد من أمن العقاب ساء الأدب ولا نقصد هنا بالأدب هو الأدب لا وإنما هو تعبير مجازي يعني اليوم أي موضوع لا تتم مراقبته بطريقة صحيحة يكون مفتوح وبدون أي عوائق طيب سؤال يعني خطر في ذهني أنت كمهتمة بشؤون النساء العمر المناسب للزواج الفتاة إيش قد يكون عمر الفتاة وممكن تتزوج برأيك أنت يعني إذا ما أنا لا أتكلم عن رأي صراحة إذا أخذت رأي فهو ربما يكون رأي منافي للواقع أنا رأي شخصي ولا أعممه على أحد أن يكون في عمره لـ 27 أو 20 عام وهذا شيء صراحة يعني غير متاح بمجتمعنا ولكن أنا أعتقد أن العمر لخطوبة البنت هو في ثالث كلية تتم الدراسة آخر سنة تتزوج 27 سنة يلا تتزوج الفتاة برأيك أليس هذا يعني مبالغ بهذا العمر هذا رأي شخصي لا أود تعميمه دع نقشك أنا دع نقشك إليك ستإيمان ولكن دع نقشك دع نقشك إليك ستإيمان دع نقشك إليك ستإيمان أن تتزوج في الثالث جامعة يعني علميا يقال أنه 18 سنة هناك الأعراف هناك التقاليد أنا رأي شخصي 27 سنة شنو السبب يعني أنا رأي شخصي 27 سنة ولكن هذا الرأي لا يتنافى مع الوضع طيب أكو تعاون بينكم وبين منظمات دولية عدكم إحصائية أعداد عن المعنفات إيش قد عددهم من الفتيات أكيد أكيد اليوم الإحصائيات موجودة سواء كانت من الجهات الهكومية أو من المنظمات الدولية أو من المنظمات المحلية لكن السؤال ما سائلة الإحصاءات بدون حلول تطرحها الدولة بدون حلول تطرحها الحكومة بدون متابعة بدون مراقبة اليوم حالات التسرب من المدارس كثيرة جدا ولا تتابع من قبل الحكومة اليوم حالات الطلاق والزواج عفوا حالات الزواج التي نتج عنها طلاق لا تتابع من قبل الحكومة اليوم المؤسسة الدينية بمعزل عن المؤسسة القانونية أو القضائية بتزويج البنات نذهب إلى أن ولي الأمر يريد أن يزوج ابنته وهذا يفسر بتفسيرات شرعية مختلفة أنا لا أدخل فيها لأني لا أفقف في هذا الموضوع ولكن اليوم إذا ما تكاتفنا كحكومة راعية وكمؤسسة دينية ومؤسسة قضائية على القضاء على زواج القاصرات ستكون هناك حالات الطلاق صراحة بإزدياد وما يترتب على الطلاق معروف للمجتمع من البصرة كانت معنا إيمان المالكي الناشطة الحقوقية في مجال الدفاع عن قضايا النساء شكرا لهذه المعلومات اشتركوا في القناة